بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلاب سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان اختبار الفصل الثاني في الرياضيات لسنة الثانية ثانوي رقم 19 حيث قال لتكن المتتارية يولي آن المعرفة بحدها الأول يولي سفر يسعينا ناقس واحد وبالعلاقة التراجعية يولي آن زائد واحد يسعينا يولي آن زائد اثنان آن زائد واحد قال وذلك من أجل كل عدد طبيعي آن قال ولتكن المتتارية فيلي آن المعرفة من أجل كل عدد طبيعي آن بالعلاقة فيلي آن يسعينا إولي آن زائد واحد ناقس إولي آن قال واحد احسب فيلي آن بدلالة آن ثم بين أن فيلي آن متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثانيا قال استنتج جهة تغير المتتارية فيلي آن يعني هل هي متزائدة أو متناقسة ثالثا قال احسب المجموع آس بحيث آس يسعي لنا فيلي سفر زائد فيلي واحد إلى غاية فيلي آن ثم استنتج عبارة ايلي آن بدلالة آن رابعا وآخرا قال احسب نهاية المتتالية ايلي آن عند ما يقول الآن إلى الزائد إذن ننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على أول سؤال قال احسب فيلي آن بدلالة آن إذن نكتب هنا عنوان حساب فيلي آن بدلالة آن نحن ماذا نملك أبنائي؟ نملك أن فيلي آن يساوي إلي آن زائد واحد ناقس إلي آن يساوي لكن إلي آن زائد واحد ها هي قيمتها يا أبنائي نأتي بها ونضعها في هذا الموضع فماذا ينتج؟ ينتج لنا إلي آن زائد إثنان آن زائد ماذا؟ زائد واحد ثم عندنا ناقس ها هي ناقس ماذا؟ ناقس إلي آن فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا فيلي آن ماذا تساوي؟ تساوي لنا إثنان آن زائد واحد إنه الجواب فقط بعدها ماذا قال؟ قال ثم بين أن فيلي آن هذه متتالية حسابية إذن نكتب هنا كعنوان آخر البرهان أن فيلي آن متتالية كيف هي؟ حسابية إذن حتى تكون متتالية حسابية ماذا يكفي؟ يكفي أن نحسب الفرق هذا فيلي آن زائد واحد ناقس فيلي آن نجد يساوي لنا آر حيث آر هو أساس هذه المتتالية فننطلق فنقول هكذا ركزوا وانتبهوا معي أرجوكم نقطة نقطة أولا علينا أن نستخرج عبارة فيلي آن زائد واحد لأن هنا عندنا عبارة فيلي آن أولا فيلي آن زائد واحد ماذا تساوي؟ هنا عندنا آن هنا آن إذا أضعنا هنا آن زائد واحد هنا نضع آن زائد واحد ما نصبح لكم هكذا؟ إثنان في مكاني الآن قلنا نعوذ بآن زائد واحد هكذا زائد واحد تساوي لنا ننشر تصبح لنا إثنان هكذا إثنان آن زائد ماذا؟ زائد إثنان ثم زائد واحد تصبح لنا كن؟ تصبح لنا إثنان آن زائد ثلاثة الآن هذه معناه نعوذها هنا إذن تصبح لنا هكذا أركزوا أرجوكم تصبح لنا فيلي آن زائد واحد ناقس فيلي آن يساوي فيلي آن زائد واحد قلنا هذه نعوذها هنا إذن تصبح لنا هكذا إثنان آن زائد ثلاثة ناقس فيلي آن هي هذه وتضرب في ناقس لأن قلنا هكذا اسمعوا قلنا فيلي آن زائد واحد لهي هذه ناقس فيلي آن لهي هذه معناها تصبح لنا هكذا ناقس إثنان آن ناقس واحد يساوي لماذا لأن هذه كلية نضربها في ناقص فماذا ينتج أولا هذا وهذا قد يذهب فاصبحنا ثلاثة ناقص واحد وتساوينا كم وتساوينا اثنان انظروا لقد انطلقنا من فيليان زائد واحد ناقص فيليان كم وجدناها تساوي تساوينا اثنان تعالوا نأتي بهذه العلاقة أمامكم واستعملوا مطابقة ها هي أمامكم هل هي حسابية؟ نعم إنها حسابية أساسها كم بالمطابقة؟ ها هو انظروا إنه اثنان نقول هكذا ومنه فيليان متتالية كيف طبيعتها؟ حسابية أساسها ار كم يساوي؟ يساوي لنا اثنان فقط يا أبنائي أرجو قد فهمتم إذن دائما لما يقول برهن أن المتتالية حسابا يكفي حساب هذا الفرق أن نجده هنا عدد خالمين الآن يعني عدد ليس طبيعي حقيقي ثم قال بعدها ثم تعيين أساسها وحدها الأول حدها الأول جده بسير تعالوا إلى الحد الأول كيف يحسب؟ إذا جئنا إلى هنا نضع هنا صفر ونضع هنا صفر وهنا صفر هكذا أو طريقة أبسط يعني بدون أن نأتي إلى هناك نأتي إلى هنا نعوذ بصفر ونعوذ هنا بصفر فقط يعني هذه هي الأبسط نذهب إلى عبارة حد العاملة التي وجدناه ونعوذ بصفر سبحنا في لصفر يسوينا ماذا؟ إثنان في صفر هكذا زائد واحد إذن سبحنا ماذا؟ سبحنا في لصفر يسوينا إثنان في صفر هو صفر ثم زائد واحد إذن ها هي في لصفر كم؟ إنها الواحد فقط قلت كما يمكن هنا لكن هنا الطريق يكون طويل معنا إلا أن نأتي إلى هنا ونعوذ بصفر وهنا بصفر نجد واحد إذن في لصفر كم هو؟ واحد فقط بعدما أنهينا مع هذه الجزئنات الآن ثانيا استنتجها التغير المتتالي في لآن إذن نكتب هنا استنتاج اتجاه ماذا؟ تغير المتتالية التي اسمها في لآن نقول هكذا بما أنها في لآن هكذا بين قوسين متتالية كيف هي؟ حسابية أساسها كم يسوي؟ يسوينا إثنان وهو قيمة موجبة تماما نركزوا جيدا المتتالية الحسابية اتجاه التغير لها هو حسب أساس أساس موجبة متزايدة الأساس سليمتناقصة إذن نقول ومنه بما أن هذا الأساس كيف هو؟ إثنان قيمة موجبة ومنه المتتالية في لآن كيف هي؟ متزايدة تماما على مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي أن إذن اسمعوا في المتتالية الحسابية ليس الهندسية المتتالية الحسابية اتجاهه المسؤول هو الأساس موجبة متزايدة سليم متناقصة فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى أحسب المجموع أس بحيث أس يسعينا في لسفر زائد في لواحد إلى غاية في لآن إذن نكتب هنا حساب أس لاحظوا أولا نقول أس هذا هو مجموع لمن لحدود متتابعة لمن لمتتالية حسابية هذا هو الأمر لأن في لآن متتالية حسابية حيث ماذا نملك نحن عندنا عندنا في لآن لهو عبارة الحد العام لها هي إثنان آن زائد واحد وعندنا في لسفر قلنا كم إنه واحد مجموع المتتالية حسابي قانون سوف عليكم بحفظه إذا قلنا هنا آس فماذا يصبح يصبح لكم هكذا هنا تقول القاعدة عدد الحدود على إثنان في الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير لمن للمجموع هذه هي القاعدة إذن نأتي الآن إلى التعويض لاحظوا آس يصبح يسوي عدد الحدود احفظوا هذه القاعدة الدليل الكبير هذا الدليل يعني آن ناقص هذا الدليل الصغير لهو كم لهو ناقص سفر وتضيف نواحد دائما من عندكم زائد واحد على إثنان ركزوا قلت الدليل الكبير نهاية ناقص دليل البداية زائد واحد على إثنان في الحد الأول للمجموع لهو ها هو الحد الأول للمجموع لهو V لصفرة زائد الحد الأخير للمجموع ما هو الحد الأخير للمجموع ها هو V لان حتى تفهموا زائد قلنا ثم يصبح يساوي ان ناقص صفر كم هو ان نضيف له واحد بحين ان زائد واحد على اثنان في في لصفر ها هو في لصفر انه واحد زائد في لان ها هو في لان مجرد تعويضات فقط لهو اثنان ان زائد ماذا زائد واحد ثم الان نكمل رويدا رويدا فتصبح يساوي ان زائد واحد على اثنان ثم هنا اثنان ماذا اثنان ان والواحد والواحد زائد اثنان يمكن ان نكمل هنا الاختزال حتى يسهل عني الأمر اذا لاحظوا فيصبح انا اس يساوي ان زائد واحد على اثنان هنا نستخرج الاثنان يعمل مشترك. سبح لنا هكذا. ركزوا جيدا. اذا هكذا حتى تكون امورنا صحيحة في الكتابة. اثنان استخرجتها حتى نختزل. ماذا يبقى لنا بالداخل لما نستخرج من هنا ومن هنا اثناني. بالداخل اكيد يبقى لنا ان زائد واحد هكذا. فنختزل هذا مع هذا. مجرد اختزال. فاصبح لنا ان زائد واحد في ان زائد واحد. معناه يصبح لنا اس يساوينا كم? يساوينا ان زافوا. اذا قلت صبح لنا ان زائد واحد الكل مربع. اذا لماذا لان ان زائد واحد في ان زائد واحد. لان الاثناني والاثناني ذهب. صبح لنا ان زائد واحد في ان زائد واحد هو ان زائد واحد الكل مربع. هذا هو المجموع اس بدلالة ان. بعدما انهينا مع هذا السؤال نتطرق الان. ثم قال استنتج عبارة اولي ان بدلالة ان. اذا نكتب هنا استنتاج عبارة ماذا اي لان بدلالة ماذا بدلالة ان لاحظوا هنا يا ابنائي عبارة المتتالية اي لان ليست حسابية ولاست هندسية اذا اكيد هي عبارة بما ان استنتج قال هي تصبح متتالية استنتاجية انظروا الان الى هذه العلاقة التي نملكها نملك نحن انه في لان يسوي لنا اي لان زائد واحد ناقص اي لان تعالوا الان وتابعوا معي اذا جئنا الى في لصفر كم يصبح يسوي عوضوا هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر فماذا ينتج اذا نصبح لنا في لصفر يسوي لنا اي لواحد ناقص اي لصفر لماذا لان عوضوا هنا قلت بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر اقرأوا ماذا تقرأوا في لصفر يسوي لنا اي لواحد ناقص اي لصفر تخيلوا الان لو نعوض الان بالواحد هنا والواحد هنا والواحد هنا. فماذا ينتج? ينتج لنا ايلي. عفوا. فيلي واحد. قلت فيلي. عفوا. اذا فيلي واحد يسأل لنا ايلي. ماذا? ايلي اثنان. هكذا. ناقص ايلي واحد. لماذا? قلت حتى تفهموا يا ابني. لاحظوا وانتبهوا. ارجوكم. اذا عوضنا هنا بواحد. هنا بواحد. هنا كم تصبح لنا? اي لاثنان. لاحظتم. الآن نكمل كذلك. اذا جئنا الان الى اثنان فماذا يصبح لنا? نعوض هنا بالاثنان وهنا بالاثنان وهنا بالاثنان. فتصبح لنا هكذا. ايلي ثلاثة ناقص ايلي اثنان. ننزل يا ابنائي الى غاية ماذا? الى غاية vi إي لآن ماذا يصبح يساوي لنا إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن الآن لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم لو نأتي الآن ونقوم بالجمعة من هنا إلى غاية هنا جمعة عمودي بالجمعة عموديا لاحظوا وانتبهوا فأركز وصبح لنا في لسفر زائد في لواحد زائد في لإثنان إلى غاية في لآن أليس هو المجموع الذي كنا نحسبه بصداده ها هو حتى تفهموا الفكرة جيدا أرجوكم لأنه قال استنتج نحن نملك هذا ها هي العلاقة التي قمنا الآن بحسابها أليس هذه أن نقلنا آس يساوي لنا في لسفر زائد إلى غاية في لآن نعم إذن هذا ماذا يعطي لنا يعطي لنا آس يا أبنائي اسمعوا ها هي في لسفر زائد في لواحد زائد زائد إلى غاية في لآن أليس هي نفسها هذه الكتابة وهي آس نعم تساوي لنا الآن الأمر الآخر سوف تحدث بعض الاختزالات هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا وهكذا حتى يبقى لنا من وهذا يذهب مع الذي قبله لأن هنا سوف تلاحظون أنه هنا إذا قلنا ذي لآن ناقص واحد ماذا هو هو إي لأن ناقص إي لأن ناقص واحد فهذا يذهب مع هذا ماذا يبقى لكم في الأخير يبقى لنا أول حد لأن لا يوجد ما قبله حتى يقوم بمسحه وآخر حد لا يوجد الذي بعده يبقى لنا هذا ويبقى لنا هذا بالجمع إذن فماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا ناقص إي لسفرة زائد إلى الجمع زائد إيه لآن زائد واحد ها هو الذي يبقى أما البقية بعملية الجمع قلت يذهبوا بعضهم والبعض لاحظوا هذا مع هذا وهذا يبقى أولهم وآخرهم لا نجد من يقوم بمسعه الآن بعدها أبناء ماذا ينتج ركزوا أرجوكم حتى نستخرج هذه القيمة وبطريقة جد واضحة هذا نحن نملك قيمته لهو الناقس واحد الآن تعالوا ننقل هذا إلى هنا سبحانا أس زائد إيه لسفر ماذا يستوي؟ يستوينا إيه لآن زائد واحد الآن إيه لسفر نحن نملكها قد أعطيت لنا اللي هي ناقس واحد في أول التمرين الآس ها هي قيمته ركزوا سبحانا آن زائد واحد الكل مربع زائد الإيه لسفر هو ناقس واحد هذه من؟ هي إيه لآن زائد واحد لكن هو طلب ماذا؟ هو طلب إيه لآن بدللة آن إذن ركزوا هذه عبارة إيه لآن زائد واحد بدللة آن لكن نحن نريدها إيه لآن إذا أردنا أن إيه لآن لاحظوا هنا انظروا هنا وانظروا إلى هنا هو يريد هنا ماذا؟ يريد آن إذن فتصبح لنا هنا آن فقط يعني حتى تفهموا جيدا هذه إيه لآن زائد واحد وهذه آن زائد واحد الآن هو ماذا يريدها؟ يريدها آن إذن معنا إلا أن نقول إيه لآن يصبح يسوينا آن مربع ناقس واحد افهموا جيدا هنا ماذا عندكم؟ آن زائد واحد وهنا آن زائد واحد وهو يريدها ماذا؟ آن إذن تخيلوا إذا كان هنا آن فهنا ماذا يكون؟ يكون آن فتصبح لنا آن إيه لآن تسوينا آن مربع ناقس واحد وهو الجواب فقط يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال أحسب نهاية إيه لآن لما أن يقول إلى الزائد ما إذن نكتب هنا حساب ليميت إيه لآن لما الآن يقول إلى الزائد ما لنهاية فتصبح لنا هكذا تصبح لنا ليميت ماذا؟ تصبح لنا ليميت آن مربع ناقس واحد لما آن يقول إلى زائد ما لا نهاية فنأتي بهذه القمة ونعوضها هنا تصبح لنا ما لا نهاية في ما لا نهاية كم تسوي؟ تسوينا زائد ما لا نهاية فقط يا أبنائي حتى تفهموا لأن يتم العمل هنا في هذا أما الناقس واحد فلا يحدث لها شيء وهل هذه متتري متقاربة أم متبعدة؟ إنها متبعدة لأن النهاية عندها كم؟ إنها زائد ما لا نهاية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته